أيضاً كتمان ما يدعو إلى الحسد من النعم قال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي لمن تظاهرت نعم الله عز وجل عليه أن يظهر منها ما يبين أثرها ولا يكشف جملتها فإن العين حق وكل صاحب نعمة محسود والناس مع وسائل التواصل يتفننون في إظهار ما يجلب الحسد لبيوتهم وأهليهم وأولادهم يصورون أولادهم الصغار في أبها حلة ثم ينشرونها في الأرض فتصيبهم العين ويصورون النعم والولائم ثم ينشرونها بين أصحابهم وبين الناس وبين الحسات فيصيبهم ما يصيبهم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان هذا حديث مختلف في صحته ولكن معناه صحيح فكل صاحب نعمة محسود ثم الأمر الأخير قلة مخالطة الحسات أو ترك مخالطتهم إن أمكن والدنيا أيها الأفاضل أحقر من أن يتحاسد الناس عليها في لا تعدل عند الله جناح بعوضة فكيف تحسد أخاك على شيء لا يساوي شيئا عند ربك ترجمة نانسي قنقر